السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع اخوان بالنسبة للاخوة اللي بيسألوا دائما عن ترويض الاغواني هاي الاغواني شريسة جدا طلع كحطة طبعا هاي لازم تطلعها وتحملها كل فترة بس دك تنفيه ما تطقيش اكتر اشي بتحب الخاس يلا خاس خاس يلا كنت مش رح تبطوك الليش لانا اطلعناها خايفة يلا هاي اكلت هاي تطعميها هاي اكلت شايفين بدك تقودها على الاكل هي شريسة شريسة غير هيك ما بزبط انه تكون اليفة بدون ما اتعودها كلي شاط عشان ما تخفش هاي حسس عراسها بلعب صعب صعب جدا انك اتروضها بدون ما تطعميها او تحسسها بالامان شايفين هالكيت هي بتعشق الخاس اكتر اشي ده كتير اشي بتحب توقل تفاحة توقل فواكد توقل خضار لكن هي بتعشق اشي اسمه خاس طبعا ليلي ساعة انا بتقاوم شايفين وبدها تمشي صحة صحة توقل 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر